اشتركوا في القناة نلقوا واحد الاصلاحات اللي كتخدم تنمية في بلادنا ومشي كتخدم طرف على طرف قانون الاضراب الوضعية دياله الوضعية دياله في البرلمان نذكر مرة اخرى قانون الاضراب هو في البرلمان منذ تسعة سنوات قانون الاضراب هو في البرلمان منذ تسعة سنوات نخليه واحد سنين ووحدة اخرى لا يمكن نبدو فيه النقاش بحسن نية نبدو فيه النقاش بحسن نية نعمقوا فيه الحوار والتشور مع النقابة واجب علينا نسمعوا النواب البرلمانيين والمستشاري البرلمانيين واجب علينا والبرلمانيين يقوموا بشغالهم كما يجب لأنهم اكتبوا المجلس الاقتصادي والاجتماع وطلب الرأي دياله وتوصلوا به وكتبوا المجلس الوطني للحق الإنسان وأيضا توصلوا بهذه الأراء فضو هذا النقاش هذا فضو هذا الأراء دي لهذه المؤسسة الدستورية مع النقابات مع البرلمان مع الفرق البرلمانية مع الحكومة لابد هذا الدكاء الجامعي دينا أنه يعطينا واحد الحلول لهذه المشكلة لكن أننا نخلي قانون الإضراب في البرلمان لا يخدم أي أحد في بلادنا شكرا لكم